في البداية أهمية هذه الزيارة ونحن نتكلم عن وقت دقيق بيامور بالعالم ونحن نتكلم عن المنطقة العربية فقط لكن قراءة حضرتك لهذه الزيارة ودريلتها في هذا التوقيت خاصة أن هذه هي الزيارة الأولى إلى بلد عربية خارج منطقة الخليج يعني خلينا أول حضرتك أنه الزيارة اللي بيقوم بيها جلالة سلطان هيسم إلى القاهرة بصفتها الزيارة الأولى فعلا خارج منطقة الخليج العربي منذ توليه بتدلل على جزء مهم جدا في العلاقات المصرية العمانية وهي أنه عمان علاقتها بمصر ليست علاقة عادية لما هي علاقة قوية ممتدة أصلا تاريخيا ويمكن في العصر الحديث زادت عن الخمسين سنة من العلاقات السياسية بين الدولتين أكبرنا السنة اللي فات تقريبا بمرو خمسين عام على العلاقات في نقطة مهمة جدا في العلاقات ما بين مصر وبين عمان أنه فيه تطابق في العلاقة ما بين الشعبين نفسهم مش بين القيادات السياسية فقط إنما بين الشعبين بين الشعب المصري والشعب العماني فيه تطابق في عاداته وتقاليده ويعني أسلوب حياة بين الشعبين حرص جلالة السلطان هيسم على زيارة القاهرة في التوقيت ده تحديدا ده لأنه فيه تطابق أيضا في الرأة السياسية بين الدولتين يمكن لو إحنا رجعنا العلاقات السياسية بين الدولتين هنلاقي عمان من أكثر الدولة العربية مسندة للدولة المصرية يمكن ده يشوفناه في أزمات كثيرة جدا خصوصا في أزمة المقاطعة ويمكن فيه جملة شهيرة جدا معروفة قالها جلالة سلطان قبوس رح نطلع عليه لما قال مصر لا تعزل ولا تموت لما حصلت المقاطعة بعد ما مصر بدأت تاخد خطوات باتجاه اتفاقية السلام عمق العلاقة دي هو اللي خلى حرص جلالة السلطان على زيارة القاهرة في هذا التوقيت فيه أزمات كبيرة جدا بتضرب العالم وبتتأثر بيها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى أنه فيه تطور كبير حصل في المنطقة العربية فيه حرص على إعادة اللحمة مرة أخرى إلى المنطقة العربية فيه تبادل رؤى بين الدولتين بين الرئيس عبد الفتح السيسي وجلالة السلطان يمكن ده شفناه فيه كمان فيه الاستقبال شفناه ليه جلالة السلطان بالأمس والمدفعية لما ضربت 21 طاقة ده تأكيد على اعتزاز مصر بهذا الضيف الكريم الذي حل على أرض مصر صحيح